بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل ما علمتنا هو حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فكنا في المجلس السابق شرعنا في الكلام على مسألة مشهورة عند العلماء وهي تعارض المطلق والمقيد وعرفنا أن هذه المسألة لها أربع صور الصورة الأولى أن يتحدى السبب والحكم في المطلق والمقيد والصورة الثانية أن يختلف السبب والحكم فيهما والصورة الثالثة أن يختلف السبب ويتفق الحكم والصورة الرابعة العكس وهي أن يتفق السبب ويختلف الحكم وتقدم الكلام على الصورة الأولى والصورة الثانية وتقدم ووقفنا عند الصورة الثالثة وهي إذا اختلف السبب واتحد الحكم وقبل أن نبدأ في التعليق على هذه الصورة أشير إلى أن بعض الحضور في المجلس السابق أشكل عليه أن يكون لفظ الدم في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم أن يكون عاماً مطلقاً وهذا لا إشكال فيه لأن جهة العموم تختلف عن جهة الإطلاق فجهة العموم هي الأفراد فهو عام من جهة أفراده وجهة الإطلاق هي الأوصاف فهو مطلق من جهة أوصافه وإذا كانت الجهة منفكة فإنه لا يكون هناك تعارض لأن شرط التعارض اتحاد الجهة والجهة هنا ليست واحدة وإنما هي منفكة فإذا العموم يتعلق بالأفراد والإطلاق يتعلق بالأوصاف قال رحمه الله وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللشيخ وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع وقيل بغير جامع ولا يحمل إن لم يكن جامع ومثاله احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة على اعتبار الإيمان في كفارة الظهار فإن الكفارة في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار فيقول أصحاب أبي حنيفة لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف السبب والجواب عند أصحابنا أن الجميع كفارة والعتق صدقة على المعتق نفسه ومن شرط القابض للقربات صدقة على المعتق نفسه أحسن الله عليكم والعتق صدقة على المعتق نفسه ومن شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة فإنها لا تجزئ إلا بدفعها لمؤمن وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار فوجب اعتبار الإيمان فيها وأما إن اتحد السبب واختلف نعم هذه هي الصورة الثالثة من صور تعارض المطلق والمقيد وهي تعتبر أعظم مسائل المطلق والمقيد حتى إن بعض علماء الأصول وهو أبو المظفر السمعان رحمه الله لما جاء إلى هذه المسألة قال هذه هي المسألة المعروفة وذلك لشهرة البحث فيها عند العلماء وصورة هذه المسألة أن يرد مطلق في نص ويرد مقيد في نص آخر ويكون حكم المطلق والمقيد واحدا لكن السبب مختلف ففي هذه الحال هل يحمل المطلق على المقيد فيقيد به هل يحمل المطلق على المقيد يعني أنه يقيد به أو أنه يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده هذه هي صورة المسألة أن يرد مطلق في نص ويرد مقيد في نص آخر ويكون حكم المطلق والمقيد واحدا لكن سببهما مختلف فهل يحمل المطلق على المقيد بمعنى أن المطلق يقيد بالقيد الموجود في المقيد أو أنه لا يحمل عليه بل يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده هذه المسألة وقع فيها خلاف مشهور جدا بين علماء الأصول على قولين القول الأول أنه يحمل المطلق على المقيد وسيأتينا التمثيل لهذا إن شاء الله يحمل المطلق على المقيد وهذا هو الذي ذهب له جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة واختلف هؤلاء فيما بينهم هل يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس أي قياس المطلق على المقيد أو أنه يحمل عليه من جهة اللغة فأصحاب هذا القول اختلفوا في طريق حمل المطلق على المقيد هل هو القياس أو اللغة والمحققون منهم يرون أنه يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس ونقل هذا عن الإمام الشافع رحمه الله ووجه ذلك أن دلالة المطلق دلالة ظنية وأما دلالة القياس فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية ومع ذلك فهي أقوى من دلالة المطلق وبناء على هذا يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس والقول الثاني للذين قالوا إن المطلق يحمل على المقيد أنه يحمل عليه من جهة لغة العرب لأن العرب يطلقون اللفظ أحياناً في موضع ويقيدونه في موضع آخر ومن ذلك قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف والتقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف فالعرب يطلقون في مكان ويقيدون في مكان آخر هذا هو القول الأول وهو مذهب جمهور الأصوليين القول الثاني أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد يبقى على تقييده وهذا هو مذهب الحنفية واستدلوا على ذلك بأن السبب مختلف واختلاف السبب يقتضي اختلاف ماذا؟ يقتضي اختلاف الحكم فما دام أن سببهما مختلف فإن الحكم يختلف وقالوا أيضاً كما أن المقيد لا يجوز إطلاقه فالمطلق لا يجوز تقييده بل يبقى كل واحد منهما على ما ورد عليه فالمطلق يعمل به على الجهة التي ورد عليها والمقيد يعمل به على الصفة التي ورد عليها وهذا الخلاف بين الجمهور والحنفية في المطلق والمقيد ذكر بعض أهل العلم أنه يرجع إلى ثلاثة أصول وممن نص على هذا أبو عبد الله المازري في شرح البرهان ونص عليه غيره أيضاً من أهل العلم فقالوا الأصل الأول أن الزيادة على النص هل هي نسخ أو ليست نسخاً فمن قال الزيادة على النص ليست نسخاً قال يحمل المطلق على المقيد وهذه المسألة وهي مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا ستأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث النسخ وسنعلم بعون الله التحقيق فيها فإذا هذا هو الأصل الأول وهو أن الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا من قال ليست نسخاً قال يحمل المطلق على المقيد ومن قال هي نسخ قال لا يحمل المطلق على المقيد الأصل الثاني أن المطلق هل هو ظاهر في دلالته أو نص فيها هل المطلق ظاهر في دلالته أو قطعي فيها فمن قال المطلق ظاهر في دلالته قال ماذا قال يحمل المطلق على المقيد ومن قال ومن قال يحمل المطلق على المقيد الأصل الثالث من قال نص في دلالته قال لا يحمل المطلق على المقيد الأصل الثالث هو أن مفهوم المخالفة هل هو حجة أو ليس حجة فمن قال مفهوم المخالفة حجة قال يحمل المطلق على المقيد ومن قال ليس حجة قال لا يحمل المطلق على المقيد وأنتم تلحظون أن هذه الأصول الثلاثة الخلاف فيها بين من ومن بين الجمهور والحنفية فقال المازري وغيره الخلاف في مسألة تعارض المطلق والمقيد ينزع إلى الخلاف في هذه الأصول الثلاثة يقول المصنف رحمه الله وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا معاشر المالكية وفاقاً لمن وفاقاً للشافعية والحنابلة بجامع يعني بالقياس وقيل بغير جامع يعني باللغة ولا يحمل إن لم يكن جامع يعني لا يحمل المطلق على المقيد إن لم يكن جامع وهذا تفسير لقوله فيما تقدم بجامع والمحققون كما عرفنا أنهم يقولون يحمل بجامع ولهذا المصنف رحمه الله قدمه وعبر عن الآخر بقوله وقيل وبنى المصنف رحمه الله على ذلك المسألة المشهورة وهي أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار فتحرير رقبة فالرقبة في كفارة الظهار جاءت مطلقة أو مقيدة نعم جاءت مطلقة لأنه قال تحرير رقبة ولم يقيد هذه الرقبة بكونها مؤمنة ولا بكونها كافرة وأما الرقبة في كفارة القتل فجاءت مقيدة بوصف الإيمان في قوله فتحرير رقبة مؤمنة فهل يحمل المطلق على المقيد بمعنى أن تحمل الرقبة في كفارة الظهار على الرقبة المقيدة بالإيمان في كفارة القتل وبناء على هذا فإنه يشترط الإيمان أيضا في كفارة الظهار في الرقبة كما يشترط في كفارة القتل أو أن المطلق لا يحمل على المقيد وبناء على هذا فكفارة الظهار يجوز عتق أي رقبة سواء أكانت مؤمنة أم كانت كافرة بخلاف كفارة القتل فلابد أن تكون الرقبة مؤمنة وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة الفقهية بناء على اختلافهم في هذا الأصل فالجمهور الذين يرون أنه يحمل المطلق على المقيد قالوا كفارة الظهار لا بد في الرقبة فيها أن تكون مؤمنة وبناء على هذا لو أنه ظاهر من امرأته وأراد أن يمسها فإنه يجب عليه أن يكفر قبل العود فلو أنه كفر برقبة كافرة قيمتها مئة ألف هل تجزئه؟ لا تجزئه عند الجمهور لأن الرقبة يشترط فيها الإيمان وعند الحنفية تجزئه أو لا تجزئه؟ تجزئه ولو أنه أعتقى عند الجمهور رقبة مؤمنة قيمتها ألف ريال فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ تجزئه طيب هذه قيمتها الألف والأولى قيمتها مئة ألف ما الذي جعل الأولى لا تجزئ؟ والثانية تجزئ؟ مع أن الأولى أغلى ثمناً الجواب على ذلك هذا الأصل فإن الجمهور قالوا يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة فإذا أعتقى رقبة كافرة أو أعتقى مئة رقبة كافرة فإنها لا تجزئه يقول رحمه الله ومثاله احتجاج أصحابنا يعني وفاقاً لجمهور العلماء بقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة على اعتبار الإيمان في كفارة الظهار يعني على اشتراطه فإن الكفارة في آية القتل مقيدة يعني بالإيمان فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار يعني وتقيد الرقبة في كفارة الظهار بالإيمان خلافاً للحنفية وقد عرفنا رأيهم ودليلهم على ذلك ويقول المصنف فيقول أصحاب أبي حنيفة لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف السبب هذا هو دليل الحنفية وهو أن السبب مختلف فيقتضي ذلك اختلاف ماذا؟ يقتضي ذلك اختلاف الحكم وذكر المصنف رحمه الله جواب الجمهور عن دليل الحنفية وهذا الجواب يحتاج إلى شيء من الانتباه يقول رحمه الله والجواب عند أصحابنا يعني عن قول الحنفية أن الجميع كفارة أن الجميع ما مقصود بالجميع كفارة القتل وكفارة الظهار أن الجميع كفارة والعتق يعني للرقبة صدقة على المعتق نفسه يعني صدقة من المعتق على المعتق نفسه ومن شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان يعني القاعدة في الشرع أن القابض للقربات يُشترط فيه أن يكون مؤمناً كالزكاة يعني نظير الزكاة فإنها يُشترط في القابض لها الإيمان قال فإنها لا تجزئ إلا بدفعها لمؤمن قال وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل هذه الإشارة هنا إلى أي شيء إلى أن العتق صدقة من المعتق على المعتق وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل وذلك يعني وهذه العلة موجودة في كفارة الظهار فوجب اعتبار الإيمان فيها واضح هذا الجواب أو ليس واضحاً فإذاً خلاصة هذا الجواب أنه يقول كفارة الظهار وكفارة القتل يشتركان في أن كل منهما كفارة ويشتركان في أن كل منهما كفارة بالعتق والعتق صدقة من المعتق على المعتق فالمعتق هنا قابل للصدقة ومن شرط القابض للصدقة أن يكون مؤمناً كالزكاة فإنه يشترط أن يكون القابض فيها مؤمناً وهذه العلة وهي الإيمان كما أنها موجودة في كفارة القتل موجودة أيضاً في كفارة الظهار وإذا اشترك شيئان في العلة فإنهما يشتركان في أي شيء فإنهما يشتركان في الحكم وبناء على هذا فإنه يشترط الإيمان في كفارة الظهار كما يشترط في كفارة القتل يقول والجواب عند أصحابنا أي المالكية أن الجميع كفارة يعني أن كفارة القتل وكفارة الظهار يشتركان في أن كل منهما كفارة بالعتق والعتق صدقة يعني صدقة من المعتق على المعتق نفسه ومن شرط القابض للقربات أي هذه القاعدة الشرعية من شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة فإنها لا تجزئ إلا بدفعها لمؤمن وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل هذه الإشارة هنا إلى أي شيء أن العتق صدقة من المعتق على المعتق وإذا كان كذلك فإنه يشترط أن يكون المعتق مؤمنا لأن هذه هي القاعدة في الشريعة في القابض للقربات الواجبة وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار فوجب اعتبار الإيمان وقوله هذه علة هذا فيه لإشارة إلى أن حمل المطلق على المقيد من طريق القياس أو من طريق لغة العرب أنه من طريق القياس كما ذهب له المحققون من الجمهور الذين ذهبوا إلى أنه يحمل المطلق على المقيد هذا ما يتعلق بهذه الصورة المهمة وهي إذا تعارض المطلق والمقيد وكان السبب مختلفا والحكم واحدا والمثال الذي ذكرنا السبب واحد أو مختلف السبب مختلف فكفارة القتل سببها ما هو القتل الخطأ وكفارة الظهار سببها ماذا الظهار ومع أن السبب مختلف إلا أن الحكم واحد وهو وجوب الكفارة ولما انتهى من هذه الصورة انتقل للكلام على الصورة الأخيرة وهي الصورة الرابعة فقال قال رحمه الله وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم وهو عكس القسم الذي قبله فقد اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد ومثاله هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا فيقول من أوجب ذلك لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين بالله من أوسط ما تطعمون أهليكم ثم قال أو كسوتهم فأتى بالكسوة مطلقا وجب تقييدها بالأوسط فكأنه قال من أوسط ما تكسون أهليكم لأن السبب واحد فيقال فيقال لا يجب لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها وأما إذا اختلفت بالأنواع فلا ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع فقال تعالى فصيام شهرين متتابعين والتتابع لا يجب في إطعام ستين مسكينا إجماعا أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض وما ذاك إلا لاختلاف الأنواع والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف وفي الكلام عليه بحث يخرج عن المقصود نعم رحمهم الله يعني بذلوا جهدا كبيرا في التدقيق في أصول الشريعة وفروعها والتفكر في دلالات نصوص القرآن والسنة الصورة الرابعة هي أن يتحد السبب ويختلف الحكم بمعنى أن يكون سبب المطلق والمقيد واحدا لكن الحكم مختلف فالمطلق له حكم والمقيد له لحكم آخر وهذه الصورة هي عكس الصورة الثالثة التي تقدمت وقد اختلف العلماء فيها هل يحمل المطلق على المقيد أو أنه يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله وبعض الأصوليين صرح بأن الخلاف في هذه الصورة كالخلاف في الصورة السابقة فالجمهور يرون أنه يحمل المطلق على المقيد والحنفية يرون أنه لا يحمل المطلق على المقيد وقد نص على هذا تاج الدين ابن السبكي وبعض أهل العلم يرى أن المطلق لا يحمل على المقيد ومقتضى مقتضى كلام ابن الحاجب في مختصره أن هذا متفق عليه مقتضى كلام ابن الحاجب أن المطلق لا يحمل على المقيد بالاتفاق هو لم ينص على هذا لكن قال الشراح هذا مقتضى كلامه أنه لا يحمل المطلق على المقيد والمصنف رحمه الله فرع على ذلك مسألة فقهية مشهورة وهي أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فقيد الإطعام بقيد وهو ماذا أن يكون من الطعام الوسط فقال من أوسط ما تطعمون أهليكم وأطلق الكسوة عن هذا القيد فقال أو كسوتهم ولم يقل من أوسط ما تكسون أهليكم والسبب هنا واحد أو ليس واحدا السبب واحد وهو اليمين والحكم واحد أو مختلف الحكم مختلف فالأول إطعام والثاني كسوة فهل يحمل المطلق على المقيد بأن يقال الكسوة أيضا يجب أن تكون من أوسط ما يكسى به الأهل كالطعام أو أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل الكسوة تصح ولو كانت بأدنى من الوسط لو كانت أقل من الوسط فإنها لتصح لأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده سواء أكان الأوسط أم كان الأدنى أم كان الأعلى هذه هي صورة المسألة فهل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو أنها لا تجب يقول المصنف رحمه الله ومثاله هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا فيقول من أوجب ذلك لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم ثم قال أو كسوتهم فأتى بالكسوة مطلقة وجب تقييدها بالأوسط فكأنه قال من أوسط ما تكسون أهليكم لأن السبب واحد يعني يحمل المطلق هنا على المقيد لأن السبب واحد وهذا هو دليل هذا القول وما هو السبب السبب هو اليمين أما الحنث الحنث هل هي سبب أو لا الحنث ليس سببا وإنما هو شرط فسبب الكفارة اليمين وشرطها ما هو الحنث وبعض طلاب العلم قد يلتبس عليه هذا الأمر فليس سبب كفارة اليمين الحنث الحنث شرط وسبب كفارة اليمين هو اليمين نفسها ولهذا يجوز يجوز أن تقدم الكفارة على الشرط فيكفر الإنسان قبل أن يحنث لكن هل يكفر قبل السبب قبل اليمين لا لا يجوز لأنه القاعدة أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه ولا يجوز تقديمه على سببه فإذا السبب هنا هو اليمين فالذين قالوا يحمل المطلق على المقيد ما دليلهم دليلهم أن السبب واحد وقال بعض العلماء لا يحمل المطلق على المقيد ودليلهم أن الحكم مختلف حتى لو كان السبب واحدا فالحكم مختلف فالأولون نظروا إلى ماذا نظروا إلى السبب والآخرون نظروا إلى الحكم يقول فيقال يعني يقول من لا يوجب أن تكون الكسوة من أوسط ما يكسون به أهليهم فيقال لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها يعني كالعتق في كفارة القتل وكفارة الظهار وأما إذا اختلفت الأنواع فلا يعني إذا اختلفت أنواع ماذا أنواع الأحكام أحسنت إذا اختلفت الأنواع يعني اختلفت أنواع الأحكام كما هنا فالحكم الأول ما هو إطعام والحكم الثاني كشوة بخلاف كفارة القتل وكفارة الظهار فالحكم الأول عتق والحكم الثاني أيضا عتق يقول فيقال لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها يعني كما في كفارة القتل والظهار وأما إذا اختلفت الأنواع يعني أنواع الأحكام إذا اختلفت بالأنواع فلا يعني فلا يرد المطلق على المقيد وقوله عند تشابه الأحكام وتماثلها ما الفرق بين التشابه والتماثل الفرق بينهما أن التشابه أن التماثل يكون من كل وجه بخلاف التشابه فإنه لا يكون من كل وجه وإنما يكون من بعض الوجوه والقرآن فيه إشارة إلى التفريق بين التماثل والتشابه وذلك في قوله سبحانه وتعالى نعم تشابهت قلوبهم نعم مثل قولهم تشابهت قلوبهم أحسنت في قوله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم فعبر بالمثلية وعبر بالتشابه فدل على أن بينهما فرقا فالمثل يكون تكون الموافقة من كل وجه والتشابه لا تكون الموافقة من كل وجه يقول وأما إذا اختلفت بالأنواع فلا ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع فقال فالصيام شهرين والتتابع لا يجب في إطعام ستين مسكين بإجماع فأمر بصيام شهرين وقيده بالتتابع وأمر بالإطعام ولم يقيده بالتتابع فلا يحمل المطلق على المقيد هنا باتفاق العلماء والسبب في عدم حمل المطلق على المقيد أن الحكم مختلف ولهذا قال أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض وما ذلك إلا لاختلاف الأنواع يعني اختلاف أنواع الأحكام فالنوع الأول ما هو صيام والنوع الثاني الطعام فلا يحمل المطلق على المقيد وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا بما ذكره المصنف رحمه الله في قوله والجواب عند الأولين يعني عند الذين قالوا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف ومعنى ذلك أن العبرة في حمل المطلق على المقيد ليست بالنظر إلى التماثل ولا إلى الاختلاف ليست بالنظر إلى التماثل في الحكم ولا بالنظر إلى الاختلاف وإنما العبرة بأي شيء باتحاد السبب فإذا كان السبب واحدا فإنه يحمل المطلق على المقيد فالأمور المختلفة يجوز يعني يمكن اشتراكها في حكم واحد ومثال ومثال ذلك أن من قلم ظفره وهو محرم بحج أو عمره فإنه يجب عليه الكفارة وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه ومن تطيب أو غط رأسه أو لبس مخيطا فإنه يجب عليه الحكم لنفسه فهذه الأشياء وهي تقليم الظفر وتغطية الرأس والتطيب ولبس المخيط وإزالة الشعر حلق الشعر هذه أشياء متماثلة أو مختلفة هذه مختلفة واتفقت في الحكم أو اختلفت في الحكم اختلفت في الحكم أي اتفقت في الحكم وأيضا من الأمثلة على هذا أن من بال انتقض حدثه ووجب عليه الوضوء ومن تغوض كذلك ومن مس امرأة لشهوة من غير حائل فإنه كذلك على قول بعض الفقهاء ومن أكل لحم جزور عند الحنابلة فإنه يجب عليه فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء وهذه الأشياء متفقة أو مختلفة مختلفة وحكمها واحد أو ليس حكمها واحدا حكمها واحد وبناء على هذا فالإطعام والكسوة وإن كانا مختلفين إلا أنه يمكن أن يكون حكمهما واحد فتقيد الكسوة بكونها من أوسط الطعام يقول والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد يجوز يعني يمكن ليس المقصود بالجواز هنا الإباحة المقصود بالجواز هنا الإمكان يجوز اشتراكها في حكم واحد وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف قال وفي الكلام عليه يعني على هذا الجواب الذي ذكره بحث يخرج عن المقصود يعني هذا الجواب يعني فيه مناقشة لكن مقصود تأليف هذا الكتاب إنما هو بيان بناء الفروع على الأصول وليس المقصود بحث المسائل الفقهية أو مناقشة الأدلة والجواب عليها فمناقشة هذا الدليل وبيان الاعتراض مناقشة هذا الجواب وبيان الاعتراض عليه يخرج عن المقصود يعني عن مقصود ماذا عن مقصود تعليف هذا الكتاب ثم ذكر المصنف رحمه الله صورة قال بعض الأصوليين إنها من قبيل أو ذكر مسألة قال بعض الأصوليين إنها تدخل في الصورة الرابعة وهي إذا اتحد السبب واختلف الحكم فقال وقد عد بعض الناس نعم قال رحمه الله وقد عد بعض الناس من هذا القبيل المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء وعيديكم إلى المرافق والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم وعيديكم فإن السبب في الجميع واحد وهو القيام إلى الصلاة والشيخ أبو بكر الأبهري من شيوخ العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله ويقول تضمن آية الوضوء زيادة عضو وهو الذراع لا زيادة صفة وفي الآية قبلها إنما تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضو كزيادة صفة وليس زيادة عضو كزيادة صفة لا عين لها قائمة وهذا بحث خارج عن المقصود نعم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الصورة الرابعة وهي إذا اتحد السبب واختلف الحكم ذكر أن بعض الناس يعني أن بعض الأصوليين ذكروا أن قوله سبحانه المطلق في قوله أن المطلق في قوله سبحانه وتعالى في آية التيومم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم والمقيد في آية الوضوء في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فالأيدي فالأيدي مقيد هي إلى المرافق من هذا القبيل يعني من الصورة الرابعة وهي إذا اتحد السبب واختلف الحكم وذلك لأن السبب واحد وهو ماذا وهو الحدث وبناء على هذا فهل يحمل المطلق في قوله وأيديكم في التيمم على المقيد في قوله وأيديكم إلى المرافق فتمسح الأيدي في التيمم أيضا إلى المرافق أو أنه لا يحمل المطلق على المقيد هذا مبني على الخلاف السابق في الصورة السابقة وبعض المالكية وهو أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري قال هذه الصورة هذه المسألة ليست من الصورة الرابعة والسبب في ذلك وانتبه معي للسبب السبب في ذلك أن الصورة الرابعة في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم القيد هنا ذات أو وصف القيد هنا وصف فالزيادة هنا زيادة وصف وأما القيد في قوله وأيديكم إلى المرافق هذا ذات أو وصف هذا ذات هذا عضو وفرق بين التقييد بالذات والتقييد بالوصف فهذه الآية أو هذا التعارض بين الآيتين وأيديكم إلى المرافق وقوله وأيديكم من قبيل زيادة ماذا من قبيل زيادة العضو من قبيل زيادة ذات وأما الأول فهو من قبيل زيادة وصف وبناء على هذا فإن هذه الصورة لا تدخل فإن هذه المسألة لا تدخل في الصورة الرابعة يقول وقد عد بعض الناس يعني بعض الأصوليين من هذا القبيل يعني من الصورة الرابعة المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق فقد قيد الأيدي بكونها إلى المرافق والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم وأيديكم فإن السبب في الجميع واحد وهو الحدث يعني وبناء على ذلك يجري الخلاف الخلاف السابق هل يحمل المطلق على المقيد أو لا قال فإن السبب في الجميع واحد وهو القيام إلى الصلاة يعني وهو محدث فالسبب هو الحدث قال والشيخ أبو بكر الأبهري محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة من شيوخ هل أبو بكر الأبهري رحمه الله من شيوخ التلمساني ليس من شيوخ التلمساني التلمساني توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة والأبهري توفي في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة فقوله من شيوخنا يعني من شيوخ مذهبنا أو من علماء المالكية ليس المقصود أن الأبهري من شيوخ المصنف رحمه الله قال من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله والمقصود بما قبله الصورة الرابعة والمصنف رحمه الله قال يفرق بين هذا وبين ما قبله فذكر بين مرتين ومن أهل العلم من يرى أن تكرار بين من أوهام الخوص وأن الأفصحان يقول يفرق بين هذا وما قبله وذكر هذا الحريري في درة الغواص وأيضا وافقه ابن منظور في تهذيب درة الغواص في أوهام الخواص قال ويقول الآن يذكر وجه التفريق يذكر وجه التفريق بينهما ويقول تضمنا آية الوضو زيادة عضو وهو الذراع لا زيادة صفة وفي الآية قبلها الآية قبلها ما هي قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال والآية قبلها إنما تضمن القيد زيادة صفة وهذه الصفة هي الوسط يعني كونه من أوسط قال وليس زيادة عضو كزيادة صفة صفة لا عين لها قائمة قوله لا عين لها قائمة هذا ماذا يريد به يريد أن يفرق بين العضو والصفة فالصفة عراض ليس لها عين قائمة بخلاف العضو فإنه ذات لها عين قائمة قال وهذا بحث خارج عن المقصود يعني مناقشة هذه المسألة تخرج بنا عن المقصود من تعليف هذا الكتاب وهذا يدلك على شيء من منهج المصنف رحمه الله في هذا الكتاب وهو عدم الاستطرات والتقيد بمقصود تأليف الكتاب وتلحظ أن المصنف رحمه الله قال هنا هذا بحث وفي ما قبله في الجواب السابق قال وفي الكلام عليه بحث وهذه طريقة عند العلماء لأن العالم إذا لم يرتض مسألة لا يتسع الوقت عنده لمناقشتها أو يرى أنها ليست مقصود تعليفه يقول هذه المسألة فيها بحث أو يقول هذا فيه بحث يعني فيه مناقشة حتى ينبه القارئ أن المذكور ليس مسلما من كل وجه وهذه طريقة موجودة عند العلماء ثم ختم المطلق والمقيد بمسألة كم بقي من الوقت ها عشر طيب قال رحمه الله وإما يبحث فيه أيضا أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد ثم يرد حكمان مرتبان على سببين الحكم الأول أحد الحكمين والسبب الأول أحد السببين كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملك فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأن المطلق يجب رده إلى المقيد والجواب عند الأولين أنه سبحانه قال في آخر الآية وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فرتب حكمين وهما حبط العمل لعل الصواب حبوط وهو حبوط أحسن الله عليكم فرتب حكمين وهما حبوط العمل والخلود في النار على وصفين وهما الردة والتوفي على الكفر وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبوط العمل مرتبا على الوصف الأول وهو الردة ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر نعم قال رحمه الله ومما يبحث فيه أيضا يعني في مسائل المطلق والمقيد مسألة وهي أن يريد مطلق يعني أن يريد نص مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد ويريد أيضا نص آخر فيه حكمان مرتبان على سببين الحكم الأول هو الحكم الوارد في النص السابق والسبب الأول هو السبب الوارد في الحكم السابق فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال أو أنه لا يحمل المطلق على المقيد وسوف تتضح صورة المسألة إن شاء الله بالمثال يقول ومما يبحث فيه أيضا يعني في المطلق والمقيد أن يريد مطلق يعني أن يريد نص مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد يعني وارد على سبب واحد فالنص الأول فيه حكم واحد فقط وهذا الحكم وارد على سبب واحد ثم يريد يعني يريد نص آخر فيه قال ثم يريد حكمان يعني أن يريد نص آخر فيه حكمان مرتبان على سببين فكل واحد من هذه أين الحكمين وارد على سبب فالحكم الأول وارد على سبب والحكم الثاني وارد على سبب آخر قال الحكم الأول أحد الحكمين قوله الحكم الأول أحد الحكم يعني الحكم الأول في النص الأول أحد الحكمين في النص الثاني أحسنتم فقوله الحكم الأول يعني في النص الأول أحد الحكمين يعني في النص الثاني والسبب الأول أحد السببين السبب الأول في أي شيء في النص الأول أحد السببين يعني في النص الثاني وضرب لذلك مثالا وقبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله نأتي للمثالين المثال الأول قوله سبحانه وتعالى لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فَعِندَنَا هُنَا حُكُمْ وَعِندَنَا سَبَبُ الحكم ما هو حبوط العمل حبوط العمل يعني حبوط جميع العمل لأن العمل هنا مضاف والسبب ما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى فإذا هذا هو النص الأول النص الثاني قوله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فهذا النص عندنا فيه حكمان الحكم الأول ما هو حبوط العمل في قوله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والحكم الثاني هو الخلود في النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ففيه حكمان وفيه أيضا سببان السبب الأول ما هو الردة في قوله وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينَهِ والسبب الثاني ما هو الموافاة على الكفر في قوله فيمت وهو كافر فهل يُحمل المطلق في النص الأول على المقيد في النص الثاني وبناءً على نعم وقبل أن نأتي نبين المطلق والمقيد فقوله في النص الأول لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ هذا سبب لأن أشركت نعم وهذا مطلق لأنه لم يقيده بالموافاة على الكفر لم يقيده بالموت على الكفر وإنما ورد مطلقا وفي النص الثاني في قوله وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينَهِ هذا قيده بماذا؟ قيده بالموت على الكفر فهل يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ في النص الأول على المقيد في النص الثاني أو أنه لا يُحْمَل هذا وقع فيه خلاف بين العلماء اتضحت سورة المسألة قبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله يقول رحمه الله كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يُحدث فلو أنه توضى ثم ارتد ثم دخل في الإسلام فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ولو كان الماء يقطر على أعضائه من وضوءه الأول لأن ردته أبطلت وضوءه الأول يقول بقوله تعالى لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فهذا مطلق يقتضي ماذا؟ أن الوضوء يبطل بمجرد الردة ولا يقيد ذلك بالموت على الكفر ومثله قوله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فَعِندَنَا حُكُمْ وَهُوَ حُبُوطُ الْعَمَلُ وَعِندَنَا سَبَبُ وَهُوَ أَلَّا الكُفُرُ فيحمل المطلق فهنا يعمل بالمطلق لا يحمل المطلق على المقيد يعمل بالمطلق لأن الآية وردت مطلقة غير مقيدة بالموافاة على الكفر فإذا توضى وارتد فإنه ينتقض وضوءه مباشرة من حين الردة ولو أنه أسلم في الوقت وعراد أن يصلي فإنه يقال له توضى مرة أخرى قال فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر لقوله تعالى وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فيموت وهو كافر فقيد الردة بماذا؟ بالموت على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم هذا الحكم حبوط العمل في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأن المطلقة يجب رده إلى المقيد قال والجواب عند الأولين أنه سبحانه قال في آخر الآية وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فرتب حكمين وهما حبوط العمل والخلود في النار على وصفين يعني على سببين وهما الردة والتوفي على الكفر وإذا كان كذلك فمن الجائز يعني من المحتمل أن يكون الحكم الأول أن يكون الحكم الأول في الآية الأولى وفي الآية الثانية وهو ماذا؟ حبوط العمل وهو حبوط العمل مرتباً على الوصف الأول وهو الردة على السبب الأول وهو الردة ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتباً على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر فيكون التوفي على الكفر ليس قيدا في حبوط العمل وإنما هو قيد لأي شيء للحكم الثاني وهو الخلود في النار ومن أمثلة ذلك الحج مما يترتب على هذا الحج فلو أنه الحج ثم ارتد ثم رجع للإسلام فهل يجب عليه أن يحج أو أنه لا يجب من قال العمل يبطل بمجرد الردة قال يجب عليه أن يحج ومن قال العمل لا يبطل بمجرد الردة بل يشترط الموافاة على الكفر قال لا يجب عليه الحج مرة أخرى لأنه لا يزال حيا فهو لم يوافي الله سبحانه وتعالى على الكفر ولما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على الشق الأول من دلالة اللفظ وهو المنطوق ختمه بخاتمة تتعلق بالمؤول وإذا انتهى من هذه الخاتمة سينتقل للشق الثاني وهو المفهوم ونتكلم على ذلك بعون الله وتوفيقه في المجلس القادم وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك للمتابعة اشترك الآن